من سان بيترسبرج مدبول يؤكد دعم مصر لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية وبوتين يبدل وفد الوساطة الأفريقية استعداده للحوار بايدن يندد بنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بلاروسيا ويطالب أوكرانيا بتنفيذ المعايير للانضمام للناتو قادا رابع جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني والعمل الأهلي والحوريات العامة محور المناقشات التسامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش نشرة أكبرية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى قام وفد المبادرة الأفريقية المشتركة بجولة في كل من روسيا وأوكرانيا لاستعراض مبادرته لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا ويمثل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصر ضمن الوفد الأفريقية الذي عرض على كل من الرئيس الروسي ورئيس الأوكرانيا تفاصيل المبادرة الأفريقية موسيقى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر القوية لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية كذلك خلال مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بيترسبورغ الروسية بحضور وزير الخارجية سامح الشكري وألقى مدبولي كلمة مصر خلال الجلسة حيث شدد على ضرورة إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وبما يمهد طريقة لبدء مسار مفاوضات جاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأفريقية لنهجهم المتوازن إزاء الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى انفتاحه على الحوار وشدت بوتين على ضرورة إجراء حوار بناء على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين متاهما في الوقت ذاته كيف بفرض المحادثات بودي أن يشدد من جديد على أن روسيا تحترم مواقف الدول الإفريقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والمحلي وأيضا حل النزاعات سلميا وصياغة العلاقات الدولية ونحن نتطلع إلى تقوية مثل هذه المواقف والأفكار ونرحب بالمواقف المتزينة الإفريقية تجاه الأزمة الأوكرانية ونشيد باهتمامكم بحل هذه الأزمة وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أزمة الحبوب ليست نتيجة للعملية العسكرية على أوكرانيا منوها أنها اندلعت فيما قبل الحرب أضف بوتين أن موسكو قدمت تنازلات لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأفريقية مستشهدا بتوقيعها على اتفاق الحبوب تحت رعاية الأمم المتحدة أما فيما يتعلق بصفقة الحبوب فنحن ندرك أنه رغم كل شيء وكل المشكلات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وسواء كان الأمر يتعلق بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا فالدول النامية الإفريقية التي تحتاج إلى حبوب يجب أن لا تتعرض إلى كل هذه المشكلات ونحن عرضنا إمداد إفريقيا بالحبوب لنحل مشاكل الفقر والجوع وتوجهنا إلى جانب الأمين العام جوتيرش وقدمنا مقترحنا لتصدير الحبوب إلى إفريقيا وخاصة الدول الفقيرة أولا وقدمنا مثل هذه التنازلات من جانبها أعلن رئيس جنوب أفريقيا سرر لامفوز الذي يترأس وفد وساطة أفريقيا حول الأزمة أمام الرئيس روسيف لانمير بوتين أن الحرب يجب أن تنتهي في أوكرانيا وأشار رامفوزا إلى أنه من المصلحة المشتركة أن تنتهي الحرب مشددا على أن الدول الأفريقية تتأثر بشكل سلبي بهذا النزاع نؤمن بقوة بأن هذه الحرب ينبغي أن تحل وتحل من خلال المفاوضات ومن خلال الأدوات الدبلوماسية الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد كل الحروب يجب أن تنتهي وتحل في مرحلة ما ونحن هنا فقط لنوصل لكم رسالة واضحة بأننا نريد أن تنتهي هذه الحرب نقول هذا لأن هذه الحرب لديها تأثير سلبي على القارة الإفريقية وعلى دول أخرى أيضا العديد من الدول حول العالم وفي سياق الأزمة شدد رئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة أن تقوم أوكرانيا بتلبية المعايير والشروط لتكون جزءا من النيتو مشيرا إلى أن الطريق لن يكون سهلا أمام كيف للانضمام للحلف كما ندد رئيس الأمريكي بقيم روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بلاروسيا واصفا تلك القطوة بنعدام كامل للمسؤولية إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تطيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق لتائج ملموسة ومدروسة اتجاه كافة القضايا على جميع المستوى تستانف غدا رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي خلال الجلسة لائحة تنفيذية للعمل الأهلي وأهم المعقات التي توجهه كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة متطلبات حرية البحث العلمي وتفاعل بين الأجامع الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج هذا من المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء المقبل رابع جلسات المحور الاقتصادية لمناقشة إصلاح الإدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اقترح أحد شباب المشاركين في الحوار من رواد الأعمال بإنشاء بنك يهدف إلى مساندة شركات ريادة الأعمال وشدد نجم على أن شركات ريادة الأعمال تدعم الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل أنا كنت أقترح فكرة أننا نقدر نعمل زي بنك البنك ده هدفه أنه يكون زي منطقة حرة للشركات النشئة ويستثمر فيها ويبقى الـ public والprivate funds اللي هي الاستثمارات العامة والخاصة تكون عن طريق البنك ده ويبقى فيه زي قوانين بسيطة زي سجل سجاري اللي الشركات النشئة بيتفاهم مع طبيعتها الابتكارية وأننا نقدر مثلا نفتحها أو نقفلها مثلا بسهولة أن الناس لو الشركة مثلا أعلنت إفلسها ما يبقاش فيه ضغطات جمدة على المستثمرين أو رواد الأعمال أو هكذا للأسف الحاجات اللي موجودة كريادة أعمال دلوقتي لدعم ريادة الأعمال هي بتتعامل بشكل أكاديمي أكتر منه حاجة عملية بنتدي رواد الأعمال زي حاجات كورسات أونلاين وشهادات وبيخشوا حضنات أعمال ومسرعات أعمال بتتعامل معهم بشكل أكاديمي لكن رواد الأعمال بيحتاجوا حاجة عملية أكتر فعشان كده احنا محتاجين نخلق لهم البيئة دي وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني نائب أحمد فتحي على ضرورة دعم رواد الأعمال وفي تصريحات خاصة لتلفزيون المصري شدد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني على أهمية تهيئة بيئة الأعمال لازدهار شركات ريادة الأعمال في مطالب رئيسية لدعم رواد الأعمال أنا عارف أن دولة رئيس الوزراء كان في يوم أربع ستة اللي فات أطلق أن بقى فيه وحدة تحت مظلة رئاسة الوزراء والمظلة دي هتبقى فعلا تبقى معنية بمشاكل وتشريعية تخص رواد الأعمال من تنصيق ما بين الجهات المختلفة زي الوزرات المعنية بمفهوم ريادة الأعمال ده كان مطلب رئيسي بس كانت شباب بتطالب أن يبقى فيه مزيد من الدعم سواء الدعم من السنديق الاستثمار كانت فيه موضوع مشتت ما بين أكتر من وزارة أن وزارة تشتغل على الملف ده بمفهوم مشروعات صغيرة وزارة تانية تشتغل بمفهوم شركات النشأة شباب كتير كانت بتطالب بتوحيد المفاهيم لريادة الأعمال وهي معروفة وإيه الفرق ما بينها وما بين المشروعات الصغيرة عشان السادة العاملين سواء في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة لما يتعامل مع رواد العمال يبقى عارف أن درائد أعمال مش عنده مشروع صغير الحاجة الثانية المهمة جدا اللي كله طفق عليها فكرة عملية التدريب والتأهيل ما كمان ما تتمش من قبل الجامعة فقط لا أيضا تتم من مدارس الحكومية والخاصة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع وزير الدفاع زامبيا وتناول اللقاء منقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دوء مجالات التعاون العسكري ووقع وزير الدفاع مذكرة تعاون في مجال التعاون والتدريب العسكري المشترك التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد أمبروز لويجي لوفوما وزير دفاع جمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرص الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية معربا عن تطلعه لتعزيز أفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عددا من الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة لكل البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين بمناسبة قرب الاحتفال بدكرة الثورة نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان 30 من يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية وذلك إيمانا بأهمية رفع الوعي لدى المواطنين والتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة 30 من يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية عنوان الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بحضور الممثلين عن مختلف فئات المجتمع وتأتي بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو عقد الندوة يعكس أهمية الدور الذي تطلع به وزارة الداخلية في التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة ندوة متميزة للغاية لأنها زي ما قلت فيها تمثيل لأجهزة الدولة المختلفة وده بيشير لأهمية الوعي لمواجهة الشائعات التي يتم نشرها بين الحين والآخر جلسات الندوة شهدت مناقشات حول جهود مؤسسات الدولة في مواجهة مخططات الإسقاط ودور هذه المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنبية حيث تم استراج جهود عدد من هذه المؤسسات لا شك أن هذا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال عقد هذه الندوات لكي تبين البيانة الحقة في مسألة عملية الخروج من مخططات الإسقاط من أجل التنمية المستدامة لهذا الوطن الحبيب الذي نعيش فيه فضل ونجاح المؤسسات الأمنية بتاعتنا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومحاربتهم للإرهاب ده اللي ساعد بشكل كبير على تحقيق التنمية ما بقاش دور وزارة الداخلية ينحصر فقط على الجانب الأمني أو توفير الأمن فقط ولكن أيضاً تحصين المواطن المصري تحصين الفكر تحصين الثقافة تحصين الهوية وقد أشهد الحضور بموضوعات الندوة وما تبدله وزارة الداخلية من جهود لرفع الوعي العام لدى المواطنين وتعرفهم بإنجازات الدولة وخططها نحو البناء والتنمية لتحقيق مستقبل أفضل الندوة عظيمة إنها بتحاول ترشد وتعلم وتوضح أشياء ممكن تبقى غايبة عننا إن البلاد أو الأوطان لو ذهبت لن تعود أنا استفدت أن أنا مش أي شائعة تنزل أن أنا أسمعها ومفروض أعرف إيه المحيط وأتأكد من المعلومة الموجودة خلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي حول ثورة الثلاثين من يونيو وما حققته من إنجازات على كافة الأصعيدة بخاصة الأمرياء اختتمت الندوة فعالياتها بعدد من التوصيهات أبرزها مواصلة التوعية بخطورة حروب الجيل الرابع التي تستهدف إسقاط الدول والمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنمية مع التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على كافة المستويات خرجت الندوة أعتقد بكل الأهداف اللي هي كانت خطط لها حاجة تانية أنها كانت رسالة رسالة للنسل الشعب لأنه دور وزارة الداخلية النهاردة أنها وضحت حاجات كثيرة وأنا أعتقد عن نفسي أنا استفدت كثير جداً النهاردة من كل المحاضرين لأن دا كانت أحد أسباب النجاح اختيار المحاضر الجيد اللي عنده المعلومة جيدة ليوصلها للمستك وتستمر وزارة الداخلية في الاطلاع بدورها في رفع الوعي المجتمعي لدى فئات المجتمع لاتصادي لمخاطر الشائعات وإبراز الإنجازات الوطنية على كافة الأصعضة وتعميق الولاء والانتماء الوطني وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها تنفيذاً لتوجهة الرئيس السيسي سفينة مساعدة إغاثية تصل إلى ميناء بورسودان لتخفيف عن الأشقاء السودانيين تنفيذاً لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمراراً لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيقة وصلت سفينة إمداد تابع القوات البحرية إلى ميناء بورسودان سفينة الإمداد محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمراراً لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيقة وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورسودان بدولة السودان محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية والإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرية وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق ومن جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر عربية مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق الحقيقة النهاردة احنا سعداء ومتشرفين بوصول المركب الحربي المصري اللي جاءت النهاردة بتوجيهات من القيادة السياسية من السيد الرئيس عرفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادة الأعلى للقوات المسلحة اللي وجه بإرسال هذا المركب للسودان الشقيق استمراراً للجسر الجوي والبحري اللي وجه سيادته بتوجيهه للسودان اعتباراً من أحداث 15 إبريل الماضي ساعدنا بتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة أيضاً على سرعة إرسال هذا المركب تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية المركب دي قسر ورمز ومؤشر كبير لما تقدمه ويسا تقدمه مصر من دعم لإخوانها في السودان عبدنا حاجة وسعادات هذا الصباح أن نكون في استقبال الدفع التائم مساعدات الإنسانية والصحية والطبية اللي تقوم بتقدم الحكومة المصرية لإخوانهم في شعب السودان وهذه الأنزمة التي حصلت أخيراً نحن حاجة وسعادات جداً أن نقدم بكل الشكر لأقواتنا في جمهورية مصر العربية حكومة وشعبنا هذا المشهد وأنه بصورة خاصة لأقوات المسلحة المصرية التي عامل بترحيل هذا الجهد الكبير وكل الجهة الدعمة لهم نحن حاجة نتمنى أن تزور هذه الأزمة قريبة نتعلم العلاقات لعلاقات المشاركة والتنمية ومشاريع متقدمة شكراً نحن الآن في ميناء برسودان نستقبل الباخرة المصرية التي تحمل 270 طن من المساعدات الإنسانية لأشقاهم هنا في جمهورية السودان ونحن بهذه المناسبة شكرنا بنرسله حار جداً لشعب مصر وليقيادة مصر الحكيمة ولكل أهلنا في شمال الوادي بهذه المناسبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يديم العلاقات ويعززها وفي سياق متصل وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعاية المصريين والسودانيين القادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التي قدامت المساعدات بالسودان ووجه الرعاية فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام قاعدة إحنا شايفين مصر وشايفين أولادنا اللي راحوا جابونا من هناك لغاية هنا شايليننا على كفوف الراحة من هناك لغاية لموصلنا هنا إحساسي يا ابن الله يا يوسف من الأبطال دول جيسنا العظيم والبحر يا العظيم والله يا ابن الله مكد جيس مصر العظيم وقائدنا كآض عظيم حموله وأكلوله وشربوله والله والله هناك اللهم كنفعونهم mmmm أما وإحنا عندنا دولة إلا أمن بالدنيا وعندنا دولة اسمها مصر والله عندنا دولة اسمها مصر والله ما في زي مصر ويامين اللي ما في زي مصر ولا رئيس مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الله يكرمك يا الرئيس السيسي امت يعني عملت فيه كل خير إرحمت ده من الموت ربنا يكريمهم خدمونا ثلاثة أيام ثلاثة ليالي أكل وشراب وخدم مغصروا معنا أبدا ربنا يا حليم نشكر ربنا أن احنا وصلنا بالسلامة إلى سفاجة نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والعرسم وزير الدفاع نشكر القوات البحرية ونشكركم كثيرا على حصة الضيافة والاستقبال قدمت لنا جميع الخدمات من وجبات ومن أي حاجة يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين شددها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار على ضرورة إنهاء الحرب في السودان لافتا إلى ضرورة أن يتحقق ذلك شريطة أن يكون للسودان جيش واحد فقط يدافع عنه أضف عقار أن الجيش السوداني يتعاملوا مع مبادرة تهديئة لكنه لن يقبل باحتلال السودان على حد وصفه كما أشر إلى أن الوضع في العاصمة الخرطوم كارتية لافتا إلى أن انهيار السودان سيعني انهيار منطقة القرن الأفريقية بشكل كامل شأن الجيش السوداني عمليات قصف مدفعي على مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم كما تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض شمالي كوردفان وفي السياق ذاته قال الفريق أول ركن ياسر العطى مساعد قائد العام للجيش السوداني إن قوات الجيش تتقدم بثبات نحو الأهداف المخطط لها ودع محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة حجاجة قرعة الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى الأراضي السعودية لأداء فريدة الحج لهذا العام وأكد المحافظ أنه تقدم للحج لهذا العام 167 شخصا من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء وأصفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعية بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع إبريل الماضي عن فوز 42 شخصا منهم بتأشيرة الحجة أشار المحافظ إلى توفير حافلة لنقلهم بالمجان من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولية لمواصلة طريقهم إلى الأراضي المقدسة مشاددا على قيم الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأي فيروسات أو عدوى مع اتباع التعليمات والإرشادات خلال مناسك الحج والتنقلات والتي تضمن سلامتهم يتوصل توافد حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وسط تأسيرات تقدمها بعثة حج القرعة لهم منذ لحظة الوصول وخلال مدة إقامتهم بالمدينة المنورة حتى المغادرة إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك يغادر يوميا أفواج من حجاج القرعة مطار القاهرة الدولي في رحلة تستغرق نحو ساعتين باتجاه المدينة المنورة ومع كل فوج من هؤلاء الحجاج يصل إلى مطار المدينة يستقبلهم ضباط البعثة لتسهيل إجراءاتهم والترحيب بهم استكمالا للتيسيرات المقدمة لهم لآداء مناسك الحج أنا سعيدة جدا جدا باستقبال البعثة المصرية لنا واحتفالهم لنا كل حاجة ميسرة وكل حاجة سهلة وبسيطة والحمد لله مجابلتكم حلوة وكل حاجة حلوة وجميل وعن أول مرة اللي باني كان مراجع أمرا ملقيت السمال زي الدول ده جميل والجراءات في ما نخطيش تلت دجايب أوزين نشكر كل ما هو مسؤول في البعثة المصرية اللي استقبلتنا هنا في مطار المدينة بصراحة يعني شيء يعني القلب مش قادر يوصفه مش قادر يوصفه في ترحاق في مدينة رسول الله أول مرة آجي بس بصراحة اللهم صلى عنا باستقبال ما فيش بعد واستقبال وربنا يبركلكو يا رب وكنس أنا وانتو طايبين وتعدلها بخير بمجرد انتهاء الإجراءات يستقل الحجاج الحافلات المجهزة لهم أمام صالة الوصول لتقلهم إلى فنضق إقامتهم وفي هذه الأسناء يقوم الضباط بإنهاء إجراءات التسكين بواسطة التابلت والبركود حتى يتسنى للحاج معرفة غرفته بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة وهو ما يوفر عليه عناء الانتظار في بهو الفنادق حفاوة استقبال الحجاج كبيرة بفنادق الإقامة التي اختارتها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بعناية كبيرة على مقربة من الحرم النبوي الشريف وبما يؤثر على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلاوات في أوقاتها ما شاء الله تنظيم رائع جدا وجايد جدا من أول ما وصلنا في المطار لحد هنا المشرفين ما شاء الله حاجة ممتازة عرفونا كل الأعلمات وكل الحاجات التي نحن مقرودة أن نعملها التسكين بدأ من الباص توزيع الكروت في الباص ومعرفة كل واحد الطابق بتاعه والغرفة تحته ما خدناش وقت في التسكين وراحة في كل حاجة فرحة كبيرة بين الحجاج بسبب دقة عمليات التنظيم منذ لحظة وصولهم إلى مطار المدينة حتى فندق الإقامة ووجود الضباط بينهم لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم طبعا شكر كل شكر للبعثة والترتيب للإجراءات الأمنية دمانة زي الفل والله الناس بازت معنا مجوزات حلوة جدا نشكر وزارة الداخلية بظباتها وأفرادها وبعثتها واهتمامها بينا وما فيش أي تأثير وأحسن فنادق والنظام في المطار كل حاجة جوازاتنا ووراقنا وكل حاجة والتعارف كل حاجة تمام بسم الله م شاء الله هناك تأثيرات لكل الحجاج وحسن استجبال لنا وتعاون لكل الحجاج والحمد لله ما فيش أي مؤقات جابلتنا هكذا هي أجواء روحانية وفرتها بعثت حج القرعة للحجاج لأداء مناسك الحج في سهولة ويسرى مع وضع كافة الإمكانات لخدمة الحجيج يتواصل توافض حجاج القرعة إلى المدينة المنورة تمهيدا لقضاء أيام بها قبل التوجه إلى مكة مكرمة لأداء المناسك وسط تيسيرات يقدمها ضباط بعثة حج القرعة لهم للتيسير عليهم لأداء صلواتهم في المسجر النبوي الشريف من أمام أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة عبدالله بركات التلفزون المصري ومازلنا مع جوفر رحمن حيث تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أعملها لاستقبال الحجاج المصريين وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 1513 حالة بالعيادات الطبية بمكة المكرمة كما حولت البعثة 18 حالة للمستشفيات تم خروجهم عدى ثلاث حالات مستقرة وتتلقى العلاج وتقوم فرق الطب الوقائي أيضا بعمل ندوات توعوية للحجاج بمقار إقامتهم مع تزايد وصول ديوفر رحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء فردة الحج ومنهم الحجاج المصريين بمكة المكرمة ارتفعت مع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطب الوقائي بالبعثة الطبية المصرية وذلك بالمرور والتواجد في مقار إقامة الحجاج المصريين لإقامة البرامج وندوات توعوية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس والتغذية الصحية السليمة خلال أدائهم المناسك نبدأ نتواصل معهم باستمرار وكل يوم عن طريق اللي احنا نوصلهم في أماكن تجمعاتهم أماكن إقامتهم أماكن الصلاة في المساجد وأماكن ندوات في أماكن التجمع إذا كان فيه مطاعم أو كده أهم الرسائل بنوجهها لهم إزاي يقدر يقضي حج سليم بالدغذية السليمة بالصحة السليمة يحافظ على نفسه من ضربات الشمس والجهاد الحراري إزاي يقدر يتعامل مع الأمراض المزمنة اللي عنده لو حس بأي عراض من الأمراض إمتى يتوجه للعيادات وإيه أماكن العيادات وإزاي يقدر يتواصل مع الطباء في أي وقت دي إجراءات لازم يأخذ باله منها كلها علشان يقدر يحافظ على صحيته سليمة جدا إن شاء الله ويقضي الحج بطريقة سليمة ويرجع أرض الوطن بالسلامة إن شاء الله نوصي أن احنا نلبس المسك في المناطق المزدحمة جدا لتقليل العدوات بالأمراض التنفسية ثالث حاجة أن أنا لازم أوصي بالتغذية السليمة التغذية السليمة دي حاجة مهمة جدا ويشور بالسوائل لأن ده بيمنع الجفاف بيمنع عندي حاجة لجهد الحراري يمنع عني ضربات الشمس يمنع عني كثير من الأمراض المعدية اللي بتنشط بسبب ضعف الجسم من ضعف السوائل وضعف التغذية كما تتواصل أعمال بعثة الطبية المصرية في تقديم الخدمات العلاجية على مدار الساعة للحجاج المصريين أينما كانوا معظم الحالات اللي اشتكت النهاردة عبارة عن إجهاد عضلي ضربة شمس منتبع السكر منتبع الضغط أصحاب الأمراض المزمنة لكن الحمد لله الحالة كلها ليست بها أي إصابات أو أي شيء كلها تمر بسلام من داخل العيالة الموجودة بالفندق ولا يوجد أي تحولات لأي مستشفى ولا أي إيجهة أخرى الحمد لله الأمور ماشي بتمام قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة حاجة كويسة أننا ننزل لساعة واحدة على إدك المتواجد وأسأله وإديني العلاج وإديني نصيحة ساعة واحدة بالليل كويسة جدا كنت أدور أروح فين ده أنا إرشادات أن أنا ما نمشيش في الحرة علشان الاحتواص الحراري وحط حاجة على راسك وإنت ماشي وما تقربش إيدك من عينيك دايما معلومات كلها مهمة ومعلومات قيمة نستفاد منها كلنا إن شاء الله طبعا لازم الإرشادات ديت أهم مهمة جدا فيه ستات برضو كبيرة فيه ناس محترمة واخد بلد تقدر تستفيد من المعلومات دي رحانا قوي وسعيدة قوي وقوضة كل الناس تحج على رغم الخدمات العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين على مدار الساعة إلا أن الإجراءات الاحترازية والوقائية هو ما تحرص عليه البعثات الطبية لتوفير أجواء صحية آمنة لضيوف الرحمن محمد حلمي أترفزيون المصري نظام حزب مستقبل وطن قوافلة طبية في عدد من المحافظات لكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم نظم حزب مستقبل وطن قوافلة طبية في عدد من المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات وضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جميع المجالات الطبية يكتر رئيس ربنا يكرمك وربنا يبرك فيك أشكره من كل قلبي ونفسي قبله والله هو والله يعينه على الشهلة اللي هو الشهيل هداية في علاج مجاني وفي كل التخصصات بصراحة يعني ولا جنيه ولا ولا أي حاجة لنا كلنا مش للفقير ولا للغني للجميع كلهم بيساعدونا وبيتعاملوا معنا باحترام وأخلاق أشكر جميع اللي عاملين بالحز من الخدمات اللي هم بيقدموها للمطارية كاملة حاب السيسي بس حاب السيسي بس أحب أشكر سيادة الرئيس على القافلة دي وربنا يخلكم المصر إن شاء الله وتعملوا خير دايما أحب أشكر سيادة الرئيس على تماما بينا وبالسيح الغلابة اللي ما معهم شايت عال عالوا أمام ننكن وراء ربنا يقليك يا رئيس ونحبك يا رئيس وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ربنا يخلي لينا وتحيا مصر تحيا مصر جينا بصراحة لقينا كل التخصصات وكل الدكاترة وحاجات جميلة خالص شكرا أنا علي الرجل أحسن أيام عشناها هي أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي حسنا فيها بالأمن والأمان نشكر كل القائمين على هذه القافلة ربنا يبركيكم وبركينا رئيسنا السيسي بارك الله فيك يا رئيس شكرا يا رئيس وربنا يخليك لنا وما حرمناش منك أبدا شكرا يا رئيس وبركينا شكرا يا رئيس هنا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول بألله أبدا بقامنا وحامل بلد ويجایبا لنا قالتا كثيرا يا رئيس عبد الفتاح السيسي بل بطن الل員 في دارس عشر وإنا موسيقى وتستمر قوافل الخيرة وتحيا مصر استقبل محافظ مطروح خالد شعيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين حازم فهم سفراء دول أمريكا اللاتينية خلال زيارة مدينة العالمين الجديدة وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات واستعرض محافظ مطروح خلال زيارة مخطط تشهيد مدينة العالمين الجديدة وتقديمها للعالم كمدينة حديثة دكية بما تشمله من إمكانات بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في نطاق المحافظة في مختلف المجالات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسع في الاستثمارات من جانبها أكد سفير حازم فهمه تمام وزارة الخارجية بإطلاع صفراء العالم على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر وذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة كان اللقاء مسمع جداً مع صفراء دول أمريكا اللاتينية في مصر ثم تجولنا داخل مدينة العاملين الجديدة في رحلة شافوا المدينة من فوق الأبراج ومنبهرين جداً بما شاهدوه وكانهم تعليقات جميلة جداً جداً جعلتنا أنا كمصر أفتاخد ببلدي قدام كل هذه الدول التجمهوري الناضع والصفراء الدول الموجودين تمنياتي يعني إن شاء الله يعني نتقرب بسرعزيز الزيرات لنا لأن مطروح الحمد لله هي فعلاً أصبحت قاطرة وجاذبة للاستثمار بكل أنواعه نحن في زيارة خاصة لمدينة العالمين في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج لجهود الدولة المصرية في بناء جمهورية جديدة معنا كافة صفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة وهم هنا في إطار اللي هم المعرفة بالجهود والإنجازات اللي بتقوم الدولة المصرية في تطوير الساحل الشمالي ومارسة مطروح وصفة خاصة ومدينة العالمين بصفة استثنائية هم انبهروا جداً ما كل شفوه والتنوع الثقافي والعلمي والصناعي والسياحي والعناصي المنتكاملة الموجودة في ثنية العالمين ويتطلعوا أنهم يعملوا كفائية علمية مع الجامعات المرموقة لزاروهين زي الأكاديمين المحرية وجامعة العالمين المديدة شهدت محافظة قناء افتتاح عدد من المشروعات الثقافية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 65 مليون جنيه ويأتي افتتاح هذه المشروعات ضمن جهود الدولة في إحداث النقلة النوعية في هذا المصار فضلاً عن تفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري تزاموناً مع احتفالات الذكرى ثورة الثلاثين من يونيو افتتحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني عدداً من المشروعات الثقافية بمحافظة قناء وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليون جنيه بعد الانتهاء من عمليات تطويره وإعادة تأهيله بالكامل تم افتتاحه قصر ثقافة ناجح حمادي فضلاً عن مكتبة مصر العامة والتي قالت عنها وزيرة الثقافة إنها منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة محافظ قناء من جهته أكد أيضاً أن الدولة تعيش حالة متميزة من الحراق الثقافي والتنموي بكافة أرجائها في ظل إيمانها الكامل بأهمية المردود القوي لقوى مصر الناعمة في تشكيل الوجدان الشعبي جهود كبيرة تفزلها الدولة في إحداث نقلة نوعية في هذا المصار فضلاً عن تفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري والقادر على مجابهة التحديات الراهنة وذلك في ظل التحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمة الفحص والتوعية لـ 36.464.000 من السيدات وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 ودعت الصحة السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة وذكرت الوزارة أن أكثر من 548.000 سيدة تردنا على المستشفيات لإجراء الفحصات المقدمة ضمن المبادرة حيث تقدم المبادرة خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى مشاركة 102 من المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية للسيدات التي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم لهن أهلاً مشاهدين نتابع أهم أنباء المال والأعمال وليلا عمر أهلاً بك يا بات أهلاً وشكراً لكم سحناجي وإيمان منصور وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أكد وزير البترول طريق الملة أن قطاع البترول والغاز في مصر يسير بخطاً ثابتة وفق خارطة الطريق واضحة نحو تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج لتأمين إمدادة الطاقة محلياً ودولياً جاء ذلك خلال لقاء مع برنرد لوني الرئيس التنفيذي للشركة بريتش بيتروليم البريطانية في لندن على هامش فاعليات البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر حيث أشاد رئيس الشركة بدور مصر الإقليمي والدولي المتنامي في مجال الغاز الطبيعي كما بحث وزير البترول مع كلاينيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج مستجدات أنصطة الشركة في مصر وخططها لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها المختلفة للبحث عن الغاز والبترول وتم استعراض الموقف التنفيذي لتنمية حقل نرجس البحري الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي والذي تستثمر شركة شيفرون في منطقة امتيازه بالاشتراك مع شركة إيني الإطالية استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بمقر الهيئة بالعين السخنة المدير التنفيذية لمجموعة أداني الهندية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والموانئ وخلال اللقاء أكد جمال الدين الدفع بتعزيز التعاون بين شركة أداني والمنطقة الاقتصادية حيث تطمح المنطقة إلى تنفيذ منطقة صناعية هندية على غرار المناطق الصناعية الأخرى لبعض الدول داخل المنطقة الاقتصادية أكد وزير الخارجي روسيسر جي لفروف أن انضمام مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والجزائر لمجموعة بريكس سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي وقال لفروف أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة بريكس من ممثلين كبار للحضارة العربية والإسلامية سيصب في مصلحة تقوية ودعم التعددية القطبية التي تتشكل الآن وأضف لفروف أن المرشحين الفعليين كلهم يتمتعون بتأثير قوي فمصر والسعودية والإمارات والجزائر جميعهم من بين قيادات العالم العربي والإسلامي وانضمامهم سيثري مجموعة بريكس مؤكدا استعداد بلاده لاتخذ القرار بأسرع ما يمكن وفي أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط مكاسبة أسبوعية حيث أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف أوبيك بلس للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا زاد سعر خام برينت بنسبة 21.4% إلى 76.61$ للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 61.100% إلى 71.78$ للبرميل كما ارتفعت كذلك أسعار المزاد عالميا بنسبة 2% لتصل إلى دولارين وخمسين سنتا للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.91% لتسجل دولارين و63 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قال رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روثنيفت إيغور سيتشين أن روسيا تخسر فرصا لصالح دول أوبيك بلس بسبب تراجع حصة صادراتها النفطية بالإنتاج وفي كلمة خلال منتدى اقتصادي اقترح سيتشين مراقبة صادرات النفط أيضا وليس حصص الانتاج فحسب ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لصحر وإيمان إليكم من جديد شكرا لك ليلى أعلنت شركة PLD Space الإسبانية إلغاء تجربة على إطلاق صاروخها ميورا وان القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة في أحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية لتطوير قدرات لإرسال أقمر صناعية صغيرة إلى الفضاء وأوضحت الشركة أن عملية الإطلاق في هيوي الليفا بجنوب غرب إسبانيا تم إلغاؤها بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر واندلع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق دون أن يتم إطلاق الصاروخ ومن الفضاء إلى أخبار الرياضة في هذه النشرة أخبار الرياضة نعود فيها من جديد إلى ليلى عمر شكرا إيمان وسحر وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة كشف البطغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن مباراة جنوب السودان الودية المقررة غدا ستكون فرصة لاكتشاف مواهب جديدة في الصفوف المنتخب وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي فيتوريا إراحة ستة لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان وهما محمد صلاح ومحمد الشلناوي وعمر مرموج مصطفى محمد حمدي فتحي ومحمد عبد المنعمة وكان المنتخب الوطني قد فاز على منتخب غينيا بنتيجة اثمين واحد خلال المباراة التي أقيمت في المغرب الأربعاء الماضي ضمن منافسة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الفين واربعة وعشرين يضمن بذلك المشاركة للمرة السادسة والعشرين في تاريخه تشارك مصر في دورة الألعاب العالمية الصيفية الثادسة عشرة للأولمبياد الخاص والمقامة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين وتستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو الجاري وتضم البعثة المصرية تسعة وستين لاعبا ولاعبا تمثل مصر في خمس عشرة رياضة مختلفة بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة المقامين على هامش الألعاب وتعد دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولية حيث يشارك فيها أكثر من سبعة آلاف لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم أسفرت قرعة دورة الألعاب الأفريقية للكورة الشاطئية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة والمؤهلة لأولمبياد الألعاب الشاطئية في بالي ويواجه الفراعنى منتخبات المغرب وليبيا وجزر القمر في البطولة التي ستقام في تونس في الفترة من الرابع والعشرين إلى الثلاثين من يونيو الجاري صعدت بطلة التينس المصرية مايار شريف المصنفة رقم 40 عالميا إلى الدور النهائي لبطولة فالانسيا المفتوحة للتينس الأرضية وعقب فوزها على الأرجنتينية نادية بودروسكا المصنفة رقم 94 عالميا بمجموعتين دون رد وقع 61-63 في مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة بالدور النصف النهائي للبطولة وتواجه مايار شريف في الدور المقبل الفائزة من مباراة الإسبانية مارينا ريبيرا المصنفة رقم 130 عالميا والألمانية تمارا كورباش المصنفة رقم 124 عالميا احتل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا حمل لقب بطولة العالم للدراجات النارية مركز أول المنطلقين في سباق جائزة ألمانيا الكبرى وذلك بعد تصدره التجارب التأهيلية وسجل بانيايا الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم أسرع زمان للفا في مسار جاف وقدره دقيقة واحدة و21 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية بفارقي سبعة أجزاء من الثانية عن مواطنه لوكا ماريني الأخ غير الشقيق لأسطورة الدراجات النارية فالنتينو روسي ختم جولتنا الرياضية وعود مرة أخرى لسحر وإيمان إليكم شكرا لك ليلى عمر اختتمت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان العربي للإداعة والتلفزيون تحت شعار الفنون والثقافة تجمعنا بتونس وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الثقافة تونسية ورئيسي وأعضاء اتحاد إداعات الدول العربية ومجموعة كبيرة من ممثل الهيئات والمؤسسات الإداعية والتلفزيونية العربية والأجنبية وأسدل استطار على فعاليات المهرجان بإسناد درع المهرجان للأمين العام لجامعة الدول العربية مع تكريم الفنان تامر حسني الذي أحيى حفل الاختتام وحصدت مصر عدد من الجوائز من بينها الجائزة الثانية لتلفزيون المصري عن برنامج 100 مليون صحة وعن البرامج الفلاحية حصدت الإداعى المصرية الجائزة الثانية الفلاحة الذكية إذا هذه كانت الجائزة الثانية هلأ مشاهدين نتعرف على الأحوال الجوية مرة أخرى ليلة عوة شكرا لكم ونتابع معكم الآن آخر أنباء التقص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً للأحد تقص حار نهاراً على القهرة الكبرى والوجه البحري مأل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود ليلة تقص معتدل الحرارة على الأنحاء كفاً وفيما يالي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية والبداية بالقهرة العظمى فيها 34 الصغرى 22 الإسكندرية 28 مطروح 27 بوسعيد 28 والإسماعيلية 35 22 ننتقل لسويس 34 العريش 29 22 طابة 32 شرم الشيخ 38 الغردقة 38 27 أما في الأقصر فالتقص الشديد الحرارة العظمى في الأقصر 45 الصغرى 31 أصوان 45 31 الوادي الجديد 41 23 39 27 وأخيراً حلايف 35 28 والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا اليوم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة